موسيقى الافتراءات الكاذبة التي تتردد في وسائل الإعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي والتأكيد على أن صندوق تحيا مصر والذي يقوم بدور تنموي كبير في البلاد تسلم كافة التبرعات المالية والعينية بين قصين الساعات وفقا لبروتوكول التعاون الذي تم توقيعه بين النادي الآلي وصندوق تحيا مصر يوم الأربعاء الموافق عشر تلاتة عشرين واحد وعشرين وجاء في الخطاب أن التبرعات التي تم تسليمها بموجب محضر رسمي ووقع عليه الطرفان النادي الآلي وصندوق تحيا مصر وتسلم كل طرف نسخة منه قامت بحصرها الجهات الرقابية في الدولة ووردت بالتفصيل في تقرير لجنة خبراء الكاذب غير المشروع التي تم انتدابها من نيابة الأموال العامة وانتهت إلى سلامة الموقف القانوني للنادي الأهلي ومجلس إدارته واستبعاد شبهد جرائم العدوان على المال العام وتم حفظ الدعوة القضائية في هذا الشأن والمقيدة برقم عشر لسنة عشرين عشرين ده خطاب النادي الأهلي النهاردة الخطاب ده لصندوق تحيا مصر بينطوي على الإجابة خلي بقى لك واللي قالي يعني هي الموضوع ده يعني تم إثبات وبليون طريقة أن التبرعات والحاجات دخلت بشكل سليم والأجهزة قالت ليس تمت أي مخالفات مش عايزين نشغل بالموضوع ده أكتر من كده لكن كويس إن النادي الأهلي بعت وحيشيب الأمر بقى للجهات الاختصاص رد طيب الأمر بقى عشان نفهمه فيما يخصنا فيما يخص النادي الأهلي ودي للتاريخ والرأي العام وأنا شايف إنه مدام موقفك سليم مش ألف في المئة مليون في المئة لا يضيرك إن أنت تتبين الحقيقة وتظهرها علشان الناس تعرف حجم الشفافية ومدى سلامة حرص النادي الأهلي على سلامة موقفه النادي الأهلي من أول ما تقالت أول كلمة في الكلام الفارغ ده في 2018 هفكركم النادي الأهلي ما راح تلوش لجنة من الوزارة مش زي غيره النادي الأهلي هو اللي طلب الوزارة النتيجة حقها وده كان بالضبط بخطاب رسمي من الكابتن محمود الخطيب للمهندس خالد عب عزيز وزير الشباب والرياضة وقتها في 27 خمسة 2018 ده الخطاب اللي النادي الأهلي رئيس النادي الأهلي بيقول للسيد الوزير برجاء التفضل بتشكيل لجنة مالية لمراجعة وحصر كافة الأموال النادي الأهلي هو اللي بيطلب التفتيش على نفسه عشان بس تتبقوا مشاهدين للتاريخ من 2018 من 27 خمسة النادي الأهلي بعت لوزير الشباب والرياضة وقتها المهندس خالد عب عزيز كابتن خطيب بيقوله برجاء التفضل بإرسال لجنة أنا ما عنديش حاجة أخاف عليها ولا أخبيها الوزير خالد عب عزيز اتشال بعدها جل الدكتور أشرف صبحي الأهلي كرر طلبه تم تشكيل لجنة من كافة الجهات الرقابية والنادي الأهلي بيلح ومصر إن الجهات الرقابية الوطنية المسؤولة في الدولة تتأكد من سلامة الموقف لأنه النادي الأهلي قيمة تمس كل الجماهية صرته ما ينفعش حد يهزها قيمته ما ينفعش حد يتناولها نزاهة مسؤولي ما ينفعش حد يلوكها عبر هذه الألسنة المتكررة فتم تشكيل لجنة من كافة الجهات الرقابية في الدولة حققت في المال العام في النادي الأهلي ثم انتهت إلى شهادة قاطعة حاسمة كسفة كشفة من معالي النائب العام إنه بعد ما ثبت في التحيي كذا كذا ثبت أنه لا شبهة التعدي على المال العام في النادي الأهلي ودي كانت من مكتب معالي النائب العام زي ما حضراتكم شايفينها الأمر ما سكتش عنده كده ولكن النادي الأهلي تواصل مع صندوق تحيا مصر بعد ما النائب العام تأكد الجهات الرقابية في الدولة تأكدت إن كل الأموال التي تبرع بها السيد تورك الشيخ موجودة في الموقف المالي للنادي وفي ميزانية النادي والهدايا العينية اللي هي الساعة موجودة في خزنة النادي تواصل النادي الأهلي مع صندوق تحيا مصر السيادي وبرعاية وزارة الشباب والرياضة والجهات الرقابية تم توقيع بروتوكول اللي النادي الأهلي أشار إليه هو بس حتى هنا دول موضوعين منفصلين بمعنى إيه أنت أمام جمعيتك العمومية أوضعت الأمور ودخلت ميزانيتك آه خلاص بقت بتاعت مين النادي النادي بعد كده النادي الأهلي عشان يخرجها أراد أن يتبرع بها إلى صندوق تحيا مصر قناعة منه للدور اللي بيلعبها هذا الصندوق طيب جي النادي الأهلي في الجمعية العمومية الأخيرة ده التقرير المالي اللي عرض على أعضاء الجمعية العمومية للنادي في انعقادها تقرير مجلس الإدارة وميزانيت النادي الأهلي عن الفترة من 1-27-20 حتى 30-6-21 والتقرير المالي ومشروع الموازنة ده اللي عرض على الجمعية العمومية في انعقادها الأخير اللي ورد في هذا التقرير علشان اللي طلعت دلوقتي ويقولك لو صندوق تحيا مصر يطلع بيان وأتحدى ومش يتحدى الكلام ده عرض على الجمعية العمومية في الانعقاد الأخير واعتمد من كافة الجهات الرقبية ومن وزارة الشباب والرياضة علشان يقدر يتبرع بيها علشان يخرج هذه الأموال فكانت انفازا لقرار مجلس الإدارة انفازا لقرار مجلس إدارة النادي الأهلي بتاريخ 2-26-20 وموافقة الجمعية العمومية والجهة الإدارية برد جميع التبرعات النقدية والعينية التي تلقاها النادي حسب ما انتهى إليه تقرير لجنة خبراء الكسب غير المشروع المنتدبة من قبل نيابة الأموال العامة العليا في القضية رقم كذا لسانة كذا حصر أموال عامة في القضية رقم كذا لسانة كذا والتي انتهى التصرف فيها بتاريخ 22-23-20 باستبعاد شبهة جرائم العدوان على المال العام بعد التأكد من صحة وسلامة جميع الإجراءات المالية والإدارية بشأن تلقي تبرعات وهدايا على رد جميع التبرعات النقدية والعينية التي تم معينتها وتقييمها بمعرفة خبير متخصص في تقديم هذا النوع من التبرعات العينية وعليه فقد تم توقيع بروتوكول مع صندوق تحية مصر مؤرخ في كام 10-23-21 وبمقتضاه تم رد جميع التبرعات على النحو التالي وورد قيمة الأموال بالدولار الأمريكي 2.362.250 جنيه و7 مليون ريال سعودي ثم بيان بالسعاد كهدايا عينية ومركدها وتقييمها وفقا للخبراء المتخصصين في هذا الأمر ده وارد قدامكم وده الجدول اللي موجود وده اللي اعتمد من كافة الجهات الرقابية واللي اتعرض على الجمعية العمومية للنادي في آخر انعقاد خلاص بقى ما احنا يعني عشان كده انا رأيي النادي اليالي قدل بدلو وقام بدورو وجهات الرقابية ردت واصبح الأمر ها ليه ده الجهات يعني المعنية هي اذا رأت ترد على الرأي العام واخد بالك انما انا مش يعني عاز اقولك مباشر موضوع يخص حد ده يخص النادي الاهلي يخص جمعية العمومية يخص الجهات الرقابية يخص جهة الاختصاص اللي تم التبرع لا فقط يخصش حد تاني